قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إن قوات المسلحة سجلت ملحمة عسكرية عظيمة في السادس من أكتوبر عام 1973 وفي كلمة بمناسبة احتفال مصر بذكر استرداد طابة خلال الجلسة العامة للمجلس أشار رئيس المجلس إلى أن مصر سجلت ملحمة سياسية وديبلوماسية وقانونية فريدة لرفع العلم المصري فوق طابة آخر قطعة من أراضينا المحررة في التاسع عشر من مارس عام 1989 اليوم تحتفل مصر بذكر استرداد طابة ورفع العلم المصري فوق آخر قطعة من أراضينا المحررة في التاسع عشر من مارس 1989 تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها ملحمة عسكرية عظيمة سجلتها قواتنا المسلحة يوم السادس من أكتوبر سنة 1973 ثم ملحمة أخرى سياسية وديبلوماسية وقانونية فريدة شارك فيها عدد كبير من رجالات مصر العظماء في مجالات عدة لإعادة تلك البقعة الغالية إلى أرض الوطن شكرا